وقال أيوب رحمه الله إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائه إني لأخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائه كأنه فقد يدا أو رجلا أو عضوا من أعضائه هكذا يحس أهل العلم إذا أخبروا بفقد عالم من أعلام السنة وقال أيضا إن الذين يتمنون موت أهل السنة طبعا قد تستغربون هل هناك في الأمة من يتمنى موت أهل السنة؟ نعم هناك من يتمنى بل هناك من يفرح بالأمس القريب لما مات الشيخ أبو أويس محمد الأمين بخبزة رحمة الله عليه يسأل الله عز وجل أن يرفع درجته في المهديين وأن يتقبله في الصالحين وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا لما مات تعالت أصوات من بعض الجهلة يشمتون في هذا الرجل العظيم ويذكرونه بالسوء ويفترون عليه حتى قال قائل منهم قطع الله لسانه مستراح منه قد هلك التكثيري القطبي ويفرحنا بذلك لماذا؟ لأن الذي يفرح بموت أهل السنة إنما يريد هدم الإسلام لأن أهل السنة هم الجدار الذي تتحطم عليه جميع الأفكار التي تريد النيل من الإسلام ومن أهله ذلك قال أيب رحمه الله إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافر يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم نور الله لا ينطفئ بالأفواه رأيتم رجلا يعمدوا إلى نور الشمس يعني هي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل فيريد أن يطفئها يطفئها بنفخ هكذا كينفخ على الشمس بغاية يطفئها ممكن فهؤلاء يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون